ايه حبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في قناتي معكم على عينر يارب تكونوا جميعا بخير اعتذر جدا ان انا ما قال يومين كده ما نزلتش فيديو بس والله فعلا وقت دايق جدا جدا الامتحانات خلاص على الابواب والحمد لله يعني ماسة خلاص هتبدأ تقريبا بكرة يعني بكرة الخميس وانا بسجل لكم الفيديو ده بس الفيديو ده بصراحة اه انا مصورة بقالي كامي يوم اه كان يوم الاتنين اللي فات اللي هو اه صحيتي الصبح بدأ لقيت الجو سقعة جدا جدا واتخدعت في الجو بصراحة يعني واكتر من ام على الجروب اه بتاع الولاد في المدرسة وكده على الواتساب يعني كانوا بيتكلموا ان هم هيغيبوا الولاد بسبب الجو فانا بقى ايه اه دخلت معاهم في الحماس ده وغيبتهم وفي الاخر لقيت الجوة حلو جدا غير ان انا اصلا كنت اتعبانة والله فعلا بس كنت محتاجة اه طلبات للبيت وقلتلكم ان انا حقاجلها شوية عشان يعني انزل في اخر الشهر بس لقيتها فرصا للولاد قاعدين معايا وكمان حيساعدوني ومسكة لما بتبقى معايا فعلا ما بقيتش عارف اعمل حاجات كتير المهم يعني روحنا العجم يستور زي ما انت شفتوا كده كنت رايحة عشان ابص على شميز محتاجة شميز من شتوي كده شوية البسوا من تحت الكارديجانات لان انا بالبس كاردي معظم اللبس بتاعي مفتوح من قدام فمحتاجة حاجة من تحتي عندي كل حاجة بزيك وبلوفرات وكده بس طبعا انتوا عارفين عشان فالموضوع محتاج حاجة يكون سهلة الفتح والقفل من قدام بزرواية رسوس تا الكلام ده المهم دخلت اشتريت واحد ده شميز يعني حلو قوي وكان شتوي وجميل وطلعت نزلت قصدي بسرعة على فتح الله في الدور الاردي عدنا على المحلات طبعا بس عايز اقول لكم احنا بدأنا يومنا متأخر احنا نفحينا بدريس في معادل المدرسة عادي خالص بس بقى على المال اللي ولاد قيمته وفطرته ومسكة كمان صحت متأخر وشفت طلبتها والكلام ده كله كان الوقت اتأخر يعني انتوا عارفين انا بحب بصحة يعني انزل على طول بس المرة دي مش حاجة دبعليكم انا نزلت تقريبا قبل صلاة الدهر مباشرة يعني كانت 11 ونص حاجة زي كده بالمهم اول ما بدخل فاتح الله بصوا اول ما بدخشوا فاتح الله من باب الدخول يعني بتلقوا دايما ايه جهاز كده بيعمل تحينة قلت اجربها بصراحة لان بقى لها كتير موجودة وانا ناس كتيرة جدا جدا بتشكر فيها بصراحة يعني فقلت لأ لازم اجيب منها اجربها لقيتها طحفة وممتازة ممتازة بصراحة هو جهاز بيعمل السمسم الصافي تحينة بدون اضافات نهائي لزيت ولا دقيق ولا الكلام اللي انتم بتسمعوه ده حتى هي صافي يعني اللي انا بعملها اللي انا بعملها دايما لازم احط لها زيت عشان السمسم يتطحن ويبقى عامل زي يبقى زي المعجون كده وناعم ويبقى سلس يعني فاهمين لكن هو طبعا هنا مش بيحط لها زيت خالص ولا اي حاجة ولا اي اضافات عليش هي مسك بعاية بقى فانا وهي تقريبا بنتخنق مع بعض دلوقت المهم جبت اه جربت متين جرام قلت له عايزة متين جرام او ربع كيلو حاجة زي كده يعني الميت جرام اه عنده كل حاجة بسعر يعني ممكن تطلبي متين جرام متين جرام زي ما انت عايزة فالبرتمان يعني على قدمة ملأ اداني منه وخلاصه بسرعة في كمان عنده زبدة فلس وداني حلوة جدا وصافية برضو دواقهاني بصراحة ممتازة بس هي ما عجبتش الولاد انا عن نفسي بحبها بس ما رضيتش اجيب بقى طالما محدش هيكلها معي المهم رحت جبت بقى شوية الحاجات اللي كانت نقصاني كنت كتبها في ورقة بس الحمد لله يعني مسا تقريبا درامتها قبل ما ننزل فقلت مش مهم خلاص انا يا طالما حطيت في دماغي الحاجات وكتبتها في ورقة فهي تسجلت ان شاء الله كده اول ما ادخل فاتح الله حفتكر حاجة حاجة هنا دخلنا قسم الالعاب بتاعت الاطفال عشان كنت عايزة اجيب شخشيخة للمسك ما بقتش تقعد دلوقتي في الكرسي بتاعها غير حاجة في ايديها دي يعني اما حتزن اما تمسك حاجة وطبعا هي محتاجة موظف مخصوص يديها شخشيخة كل ما طوع منها يعني انا شايفها محتاجة حد قاعد لها للشخشيخة بس فالمهم يعني جبتها والولاد هما اللي بيلعبوا بها حاليا دلوقت ودخلت جبت الرز بصوا بالنسبة للرز انا ملقتش شكاير خمسة كيلو خالص ولا عشرة كنت ناوي اجيب عشرة ملقتش لده ولا ده فكلها كيلوات كده كل كيلو الواحد رحت عند الحفضات لقيت انواع كتيرة جديدة انا معرفاش بصراحة والعمري سمعتها يمكن بقى تكون اكيد يعني نزلت الفترة اللي انا ما كنتش عندي علم بيها بالحفضات وكده قبل ما اخلف يعني بس ما جاليش جور ان انا اغير بصراحة هقول لكم ليه كمان بصوه على فكرة فيه تخفيضات حلو جدا على الحفضات المهم يعني عايز اقول لكم ان انا ما بحبتش في الوقت اللي انا فيه ده اغير نوع الحفضة لان ممكن تعمل لها التهابات حاجة تانية كمان من شاء الله بازن الله طبعا انا بدأت اأكل مسك فبقيت كل مرة ادخل لها نوع خضار معين بعد كم يوم يعني كل خمس ديام بجرب لها نوع حاجة معينة بأكلها لها فدلوقت لو حصل لها حساسية من حاجة من اللي انا بأكلها لها ممكن تظهر عليها في جلدها فساعتها انا مش حابقى عارفة هل الحساسية اللي جات لها دي من الحفض اللي انا غيرته ولا من نوع الاكل اللي انا دخلته لها فعشان كده وقت دخول الاكل الجديد بلاش تغيره انواع الحفضات عشان على الاقل لو حصل حساسية تبقوا عارفين السبب ايه بالضبط فما حبيتش اغير بصراحة انا جبت بس مقاس اكبر عشان التسريب المهم حاولت هنا ادور على شاور لمسك او اي حاجة اخسل لها بيها جسمها كنت كان عندي سنوسان بس خلاص مني كنت جايبة طبعا او يعني قبل الولادة على طول بخسل لها بيجسمها وبعد تغيير الحفضات وكده انا بخسلها تحت الحنفية مش بستخدم وايبس والكلام ده لا كل مرة لازم دمية جارية ومش كل مرة بستخدم الصابون او اللي هو الشاور غير بس في الضرورة القصوى عشان برضو جلدها مايتحسسش من الكيمويات اللي فيه حاولت ادور على شاور ما لقيتش نهائي نهائي كلهم شامبو وبلسم بس الحاجات الشاور والحاجات الموجودة دي اللي الكبار بقى يعني اطفال عادية مش ببيهة المهم جبت لبن نيدو وعايز اقولوك اوهم مرة كنت اجيبه وبقالي فترة كبيرة جدا ما جبتهوش بس لقيت عليه عرض كويس او سعره كان كويس ما هواش عرض والجبنات هنا انا عدت اسأل لولاد عايزين ايه للمدرسة الولاد فعلا عندها ملل فضيع من الاكل المتكرر ما لقيتش حاجة يجيبها خالص كل حاجة دي لقا دي لقا دي لقا فزهقت بصراحة تقولهم لقا انا خلاص بقى مش عارف اعمل ايه اكتر من كده هي الجبنة العادية اللي بعملها وخلاص طالما وكده كده ما فيش حاجة عاجباتكم ودورت هنا بصوا على العصير ده مرمان بيحبوا لهو اجا من شركة اجا قديمة كده قديمة قوي قوي مصرية بس حلوة قوي نازل منها عبوات جميلة عايز اقول لكم كمان الزبدة هنا انواعها بقت كتير ايلاندي وهندي ونيوزيلاندي آآ بس الاسعار بقى مش قادر اقول لكم الهندي يعتبر اسعارها الوسط يعني مية وعشرين جنيه للكيلو النيوزيلاندي بقى ضربت للضعف هنا بصيت في الخضار والفاكة كان نفسي الاقي بتنجان مقور اي حاجة من الحاجات دي مفيش بقى صعب عليها جدا انا اقور بتنجان بس ملقتش يعني بصوا الولاد هنا اتحرد كمان بقول لكم اليوم سبحان الله طلع جوا حلوف جدا يعني لدرجة ان احنا فعلا نتحررنا في فتحالة انا عايز اقول لكم بقى ان انا ما اشتريتش الحاجة وروحتي يعني ما اخدتش الحاجة معايا بقالي مرتين اهودي تاني مرة بقيت احط الحاجة في العربية التسوق وبسيبها في كاشير رقم خمستاشر آآ وبسيب بياناتي عشان يوصلها لي لحد البيت فبقيت اروحنا والولاد لوحدنا يعني نشوف طلبات للبيت ونشوف رانا ايه نشوف الغدا الولاد تغير بدومها ونقعد براحتنا كده ناخد نفسنا وبعد كده بعد كم ساعة ساعتين تلاتة بالكتير وبتلقي الطلبات جت لك البيت فده انا شايف انا تحسن بكتير والتوصيل ما بيبقاش اكتر من عشرة جنيه المهم يعني بصوا اللبن للمار ده حبيت اواريه لكم ان هو لص لتر فشكله شكله ضحكني جدا والله كي ان الاساسة اتقطعي المهم هي هنا احنا روحنا آآ زي ما قلتلكم بصوا لما الواحد بيروح فاضي انا اشتريت انا اخدت كام حاجة بس معايا اشتريت اه برام بايريكس خفت يتكسر بصراحة في النقل فاخدته انا خفت يعني يكسره او كده فاخدته انا واخدت كام حاجة تخص ميسك وامران وميسك يعني الحلويات اللي بيطلبوها الكلام ده هو دي بس اللي انا روحت بيها بايدايا شلت كام شنطة بس ازغيرين احسن ما اشيل الطلبات كلها انتم عارفين بتبقى تقيلة ازاي كنت جايبة معايا هنا بس كنت آآ اللي هو نواعم عايز اقول لكم ان هو ما شاء الله على طول مكسور المهم يعني اخدته واخدت كمان باقي باقي من ماسا كان فايد فطرت بيهم كده بسرعة ده الشميز اللي انا نزلت جبته بصوا انا جبته هاتي كده كوكو من محل موا موا هو محل مصري على فكرة بس حاجته حلوة هو يعتبر اسعارها كويسة بصراحة عن الاسعار اللي احنا بنسمعها يعني فا ده كنت آآ عايزة اجيبه بقالي فترة عشان بس مفتوح من قدام وانا محتاجة حاجات مفتوحة فزي ما قلت لكم كده آآ لقيت ده سعر كويس بالنسبة للاسعار زي ما قلت لكم اللي بنسمعها برضو بقالنا فترة يعني كل حاجة بسأل عنها دلوقتي آآ فوق الستمية والسبعمية ده في محلات والله قالت لي الف ومصري ياريتها مستورد ده بصوا انا جبته مقاس آآ اتنين اكس لارج هو كان حلو علي جدا بس كان آآ ضيق شوية من آآ فوق عند الكتاف ومنطقة الصدر دي فكان ضيق شوية فحاسيت ان هو مش حينفعين يعني احنا محتاجة اكبر حتى كمان عشان اعمل حساب ان هو بيكش في الغسيل مسلا فده كان سعره خمسمية وخمسين بس انا اخدته بآآ ربعمية خمسة وتسعين يعني نزل عليه آآ خمسة وخمسين جنيه تمام يعني عليه عرض يعني مش انا اللي منزلها السعر ولا حاجة فخمته حلوة جدا اللي هو بيبقى مهير وكروهات كده حبيت اجيبه بيج عشان يمشي مع اي كارديجان عليه من فوق اي لون بيتي آآ جنزاري الالوان دي حيمشي معها البيج في منه طبعا الوان كتير ونازل موضة قوي قوي من بقاله سنتين مسلا تلاتة بس انا اقلت اجيبه عشان الفتحة اللي من قدام اهي كباسين كلها وكمان انا جايبة الطويل جايبة منه الطونك الطويل مش الشميس القصير فبس يعني ما فيهوش اي تفصيلة اكتر من كده والحمد لله يعني ان انا توفقت ولاقيته بصراحة لان الاسعار زي ما قلت لكم عالية جدا وممكن كمان خلي بالكم في الاوكازيون اللي هو بيبقى في اخر الموسم يبقى ارخص بس المشكلة في المقاسات بقى اه مش كل المقاسات بتبقى متاحة ومش كل الالوان اللي انت عايزها برضو بتبقى متاحة جبت كمان الشرابات دي المسك بصوا بصراحة طلعت حلوة جدا مسكة فتحت الباكت ولبست اختها واحد لبستها الابيض بس هي ملبسه لها بزمة شوية فتباين ان هو طويل قوي عليها لكن هو مقاسو كويس قوي وعايز اقول لكم كمان خامته خفيفة وحلوة قوي يعني مش تقيل ولا مليان فتل خلي بالكم برضو الحاجات دي عشان لقدر الله احيانا لو مليان فتل من جوا من ناحية الصوابع بيلف على رجل الولاد على الصوابع كمان وممكن تلاقوه بيعيط ومش عارفين السبب ايه فتبصوا كويس قبل ما تلبسوا الشرابات عشان لقدر الله ما فيش حاجة تحبس دم الولاد من الصوبع او حاجة زي كده بوري كافيكي المهم اه الشرابات هم اربعة مع بعض بستين جنيه تمام بامبي ولبني ورمادي فاتح تمام وجبت لها كمان الشخشيخة دي هي الوحيدة اللي لقيتها ما عارش تحسوها كده عايزة يعني عايزة تتعدل مش عارفة مالها بصحة المهم يعني عايزة اوريكم كمان الحفاضات بعد ما فتحتها دي بكت انا جبته آآ من كاميوم من كازيون تمام وفي واحد تماني انا جايبة من فتح الله بس في الطلبات اللي هي هتوصل لحد البيت عايزة اقول لكم المقاس بتاعه بوري كافيكي يا لولو المقاس بتاعه رقم خمسة والله ريحني كتير عن رقم اربعة اهو الفكرة بس ان هو طويل الطول ده هو اللي فارق معايا بس لكن الحجم انا شايفها واحد مش اكبر مش اكبر كتير يعني من رقم اربعة هو الفرق عندي في الطول بتاعه وكده كده هو فبيبقى مقاس البيبي صغنم يعني من تحت والحلو بصراحة لانا بستخدمه يوميا ما باستخدماش عنه هو زينك اوليف بس السيرم مش الكريم السيرم بيكون سائل بيبقى عبارة عن زيت زتون مخلوط بكريم من اللزينك بس عايز اقول لكم هو مرتب جدا 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 وحلو قوي 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 خفيف وكمان عامل عزلة عامل طبقة عزلة عن جسم الطفل والحفاضة فتقدروا تستخدموه يوميا كبديل يعني كدهان عازل عن الحفاضات عشان ما تعملش التهابات والحاجات دي تمام اهو حلو جدا بس مش فاكرة بصراحة سعره لان ده عند دي بقى له شهرين او تا اهو بكتوب عليه تمانية واربعين جنيه بس بيقعد كتير بيقعد كتير قوي يعني ما شاء الله بقى له شهرين مسلا او تلاتة تقريبا والله ما فاكرة بس آآ ما خلصش يعني لسه فيه تقريبا لحد ونص ولا حاجة بس دي الحاجات اللي انا حابت اقولها لكم عن مسك وعن حاجتها فاشتخشها كانت من حاجات الضرورية خلي بالكم بس تعالوا بينا بقى نكمل قلت بقى عامل غدا سريع جدا النهاردة وقلت هعمل بيتزا فكان عندي شوية دقيق اصمر اخدتوهم وحطيت عليهم دقيق ابيض آآ هو نص بكت من هنا ونص بكت من هنا بس كان فاضل حباز غيرين قوي في دقيق الاصمر مرضيتش اكتر من الكمية عشان انا مش عايز اكتر من اتنين بيتزا لان انا حعمل ليه انا اكل تاني هعمل عدس بجبة وحعمل بيتزتين بس على قد الولاد يعني وباباهم في البيت فحطيت على الدقيق هنا اقولوا مسلا ده نص كيلو من الدقيق او كيلو الا ربع بصراحة يعني حطيت عليه رشة ملح معلقة كبيرة خميرة ومعلقة سكر هقلبهم مع بعض وعايز اقول لكم ان انا حاجن النهاردة باديا مش بالعجان يعني عايز ارجع لذكرياتي زمان عايز اقول لكم قبل العجان طبعا كنت بعجن عادي باديا كتير جدا قدامكم وحتى اول عجنة انا عجنتها من اول عجنة خالص خالص كانت البيتزا وكانت اول ما مارانة ولد بفترة صغيرة جدا جربت ان انا اعجن وعجبتني جدا الفكرة حاسيت ان البيتزا طلعت طحفة عجبت كل اللي في البيت يعني كانت حماتي موجودة وزوجي وكده وعملت بيتزا صغيرة اصلا على قد غدية انا وهو بس من حلوتها يعني اخدتها نزلت بيها لحماتي عشان تدقها عجبتها جدا ومن يومها بقيت اعمل البيتزا في البيت على طول حسيت ان البيتزا بقيت لعبتي بقى واتغرت في نفسي جدا بس ما كنتش بعرف عامل غيرها يعني المهم بقى مرة على مرة بقيت اعمل اكتر وطبعا لما ماروان دخل المدرسة بقى الموضوع بالنسبة لي ضرورة جدا ان انا اعمل حاجات في البيت بسبب ان هو ما كانش بيأكل سندويتشات العادية خالص ولا الجبنات ولا الكلام ده كان بيغلبني بيقد انتم عارفين الاطفال في السنة ده وبعدين ماروان ما دخلش الحضانة زي بيت الاطفال مسلا او معظمهم دخل مدرسة على طول وكان عمره تلات سنين الا تلات شهور كمان فكان يعني لهو زي الحضانة بس في مدرسة فده بقى كان مخلي يعني مش متعود ان هو اصلا يأكل سندويتشات برا البيت او اصلا ما كانش بيفطر معايا سندويتشات في البيت فاول برا مسك سندويتش عادي كده واكله الواحد وكان في المدرسة فلان هو كان طول الوقت قبل ما يدخل المدرسة كان بيكون معايا في البيت الصبح الفطر العادي اللي هو غموس يعني بيض وفول والكلام ده فما كانش قادر يتقبل فكرة السندويتشات فبقيت اعمل له حاجات بقى مقفولة مخبوزات مقفولة فقلت هي هي عجنت البيتزا لانا يعني مش بعرف اعمل غيرها دي عبقى اطور فيها واعمل اشكال تانية وبتديت بقى اتعلم واحدة واحدة لحد ما بقيت عارف اعمل فقلت عجن المراتي على الايه عايز اقول لكم برضو ان انا بصراحة ندمت ان انا ما طلعتش العجان قلت دي كمية دي صغيرة هشتغلها بصراحة بس بصراحة مع وجود وطفل صغير الموضوع بس كان محتاج وقت الولاد راجعين برضو مش قادرين يتحملوا مسئوليتها فرجعين من برة عايزين يريحوا وانا عايز اعمل الغداء فكل حاجة كانت علي فالحمد لله يعني المهم عجنتها كده ولميتها كلها طبعا اللخمة كانت نضيفة وممكن تتعجنوا على مفرش السيليقوم بس انا برضو كسلتها طلعه عشان متحكش عليكم يعني والطبق ده قلت بقى هدين وزيت كده ودخلت فيه العجين وخلاص انا عجنت البيتزا بمية على لبن لان انا حطة في العجين او في دي نفسه لبن بودرة فيدو بتلمت معي كده وحاسيت انها قوامها بقى حلو وراحي جاي معي كده خلاص يعني شلتها بقى تتخمر انا مش هخمرها كتير لان انا فعلا كنت مستعجلة وزي ما قلتلكم بما اني نزلت اصلا متأخر فرجعت متأخر فكان وراي وقت وقليل او اعمل فيه الغدل ان الولاد نفسهم بيبقوا جعنين ولما بيجوعوا فاتحلة بقى بصوا ما تقدرش تمسكيهم عن اي حاجة بتعجبهم بس انا ببقى يعني ايلالهم عايزين ايه من هناك كل واحد قطعتين تلاتة بالكتير قوي من الحلويات وخلاص الدنيا غالد وكل حاجة بس احنا ما نقدرش نحرم ولادنا ولا نقول لهم ده ممنوع ولا مفيش خالص صعب برضو على اي طفل انتي تقول له لأ من كله يعني فهمين اه نقلل الكمية ما نجيبش الحاجات المستوردة الحلويات والحاجات المبالغ في سعرها لكن ما بنقول لهمش لا يعني مية في المية المهم حطيت العجينة تخمر وقلت لكم حعمل عدس طلعت اخر كمية عدس بجيبة عندي ونقتهم كده من الحاجات اللي فيها وقلت حعمل طبق عدس بقى بالصلصة انا بحب قوي الاكلة دي وبحب اكلها في الشتة جدا هي والمسقعة بصراحة ما بعرفش كلهم في الصيف قوي يعني بحبهم اكتر في الشتة فالعدس على فكرة من الحاجات الكمان اللي بتدفي بتدي تقوى كبيرة جدا وفي نفس الوقت هو من البوكوليات اللي بتدي بروتين عالي قوي للجسد فهو مغزي جدا جدا بس ياريت الاطفال تعرف امته يعني انا عن نفسي لو ما كلوش العدس في الكشري خلاص ما بيكلهوش طبعا اه بالصلصة الكلام ده خسلته وصفيته وحطيت له مية سخنة عشان هنقعه فيها وغطيته وغطى حالة كده عشان يتكتم فيها مفيش نص ساعة بالزبط بالزبط وقمت بقى اشوف الاكل لان بصراحة هتأخر لقيت العدس الحمد لله باش والمية كمان كانت دافية خالص والعجينة خمرت لحد ما كويس يعني الخميرة شغالة قلت هسيبها تخمر تاني في الصينية بعد اما اشكلها عشان الحاجة بتاعت فتحالة كانت خلاص قرابة تيجي وعايزة بقى انتو عارفين الدبكة بتاعت الحاجات اللي بتشتريها محتاجة وقت وما جودت نقلي وتشيل وتحطي والكلام ده فقلت بقى بسرعة كده اه انا اصلا كنت بصراحة يعني مستنية جبنة جبنة المنزاري اللي تجيلي مع الطلبات عشان اعمل البيتزا هستخدم هنا صنيتين اسمت العجينة على حتة كبيرة وحتة صغيرة عشان الصنيتين مش قد بعض الحمد لله مسك نامت وانا بسجلكم الصوت كده عشان هي كانت بتتخانق معايا على المايك كلما امسكوا يا شد ده من ايدي مش عارفة مش عارفة اتكلم المهم يعني انا بفرد العجينة جوه الصينية ما بتاخدش مني ما يعني وقت خالص وهي كله كده جوه الصينية من غير بقى ما وسخ الدنيا حوالي والكلام ده دلوقت بجد بجد بقيت ادور على اكتر حاجة سهلة اعملها يعني حتى لو هعمل حاجة اكلها محتاجة مجهود بقيت تستسهل جدا واختصر في خطواتها وما بقتش هتلكك على الخطوات بقى وعملها بالحزافير كده زي زمان يعني حسيت ان انا وجود مسك خلاني عملية اكتر بكتير رغم ان انا كنت مفكرة نفسي منجزة قوي بس بعد اما مسك جد لقيت ان انا لا فيه فيه انجاز اكتر من كده فيه اداء احسن من اللي انا كنت بعمله فبقيت اسرع بعمل كل حاجة اللي انا كنت بحب بعملها ومش عارفة والاكل اللي فيه زحمة ودهبكة كده بس بقيت اختصر بقى بصراحة ما بقيتش قفة عند الخطوة ميتة ميتة دقيقة او الكلام ده حتى مسك كنت شايلها هنا والله بايداية وباشتغل لما جيت عمل الصلصة لان فعلا هي نومها دلوقتي تقلب كتير وده مش عشان هي مسلا ده حاجة مزعالها او مدايقها لا هو خلاص طبيعة العمر ده كده بقى ليه وقت يقعد فيه وبقى ينتبه للاعاد وان هو عايز يقعد وعايز حد يلعبه ما بقاش اكله ونمه بس زي كان لسه مولود لقى كان دلوقتي لقى طلبتها بقى لا عايز حد يقعد معاها ويديها من وقته ويلعب معاها شوية فاهمين ازاي فالموضوع فعلا دلوقتي بقى مختلف تماما يعني الحمد لله طبعا ربنا يبارك فيها وفي اولادكم جميعا يرزق كل مشتاق يا رب المهم انا هنا عملت الصلصة كده سريعة جدا عمري طبعا في الاول ما كنت بقى عمل الصلصة كده بس الحمد لله يعني حطيت عليها ملح وفلفل وشوية زعتر وزيت زتون حدا هنا بالفرشة بالشكل ده وخلاص يعني موضوع مش ما يحتاج مجهود والحمد لله الولاد اساسا قالوا لي مش عايزين حشو كتير على البيتزا عند الجبنة حطي غير كده ما مش عايزين طب فلفل طب زتون طب بسطرمة حتى لا ما فيش مش عايزين حاجة نهي مرة قال لي ممكن تحطي بسطرمة لو مش عايزة خلاص قلت لا او انا مش عايزة فعلا فحطيت صلصة وحطيت هستنى الجبنة وحستنى البيتزا تخمر كمان هنا بقى قلت عمل صلصة العتس حطيت زيت على النار وححط عليه شوية توم مفروم التوم ده على فكرة مش التوم اللي هو الابيض ده العروش بتاعته فاكرين لما كنا بنفرز التوم في الموسم بتاعه وكده في شهر تلاتة تقريبا بحب اجيب التوم الطري بيبقى لسه طري طبعا من كله حتى الساق بتاعه باخد منها الطري وبفروم ومش برميه فبيطلع معي كمية حلوة قوي بقدر استخدمها في اي حاجة حطيت كمان شوية فلفل حامي كنت مخزنهم في الفريزر عشان ماليش كبال عليه فبخافي بوز اه حطيت منه شوية وحطيت كمان خل اطوش التومة وبعد كده صلصة كنت مخففها بمية من البرطمان بتاعها وبعد كده اول ما غالت مني حطيت عليها آآ العتس هسيبها تغلي تاني وبعد كده هحطي لها ملح وفلفل وبس كده خلاص الاكلة بقت جاهزة بس عايز اقول لكم حلوة جدا بتديكي بقى شوية طقوة كده وبتدفيه كده فمش ممكن بقى البيتزا هنا كانت خمرت انا كنت عملت العتس بس انا ما بحبش اكله سخن برضو هو والمسقع زي ما قلتلك قبل كده على المسقع بس العتس فعلا برضو بحب اكله يا دافية سائعة لكن سخنة قوي وهو حامي كمان لأ بيبقى صعب قوي المهم هنا فتحت كيس الجبنة وبقيتها ورش على البيتزا فهعمل البيتزا بالجبنة بس زي ما قلتلكم الموضوع يعني مش بحب اخليه كلفني كتير لان زي ما قلتلكم قبل كده الخضار بقى غالي فلو الولاد هتقعد تنقي فيه واتطلع لك ده على جنب وده على جنب آآ بلاها منه احسن عشان فعلا الحاجة دلوقتي ما يعني ما بقتش بالرخص زي الاول بقى والحاجات بقيت بوفرة والكلام ده لأ يعني الوحيد بيحاول يحافظ على النعم على قد ما يقدر وبصراحة اكتر الولاد لما بيتعطي نقنق في الحاجة واتطلعها جنب انا ما بعرفش كلها ما بعرفش كل اللي طلعوه ده بس عطيت الجبنة وكملتها بجبنة مسلسات على فكرة يعني قطعت كده كم كتعة مسلسات وخلاص وهنا العدس بقى غرفته وحسيبه يبرد وهو سخني كده لحد ما البيتزا تستوي وحنبدأ ناكل ان شاء الله يعني طبعا الغدى كان متأخر جدا النهاردة بس الحمد لله يعني نسبة للطلبات بقى اللي جات لي وكده آآ الحمد لله الحمد لله الحاجة جات لي زي ما هي زي ما طلبتها واحيانا في حاجات بتبقى مجمدات زي جيبنا المتزرلة زي الزبدة مسلا الحاجات اللي بتتشال في الفريزر هم بيشيلوها لحد ما الوردر يجي يطلع وبيطلعوها في ساعتها على طول ساعة الديليفري بيطلعوها من الفريزر على الديليفري على طول فالموضوع ده احيانا بيحصل فيه اخطاء على فكرة بس بصراحة محترمين جدا جدا في فتح الله انه هم بيتأسفوا يعني بصوا انا بزهق من الاسف بقول لهم ايه كل الاسف ده خلاص الموضوع بسيط والله عادي يقولوني طب ما تزعليش هنجبهالك كمان شوية وحالا وقول لهم خلاص يعني عادي انا اتعاملت معكم كتير الموضوع مش بحتاج الاسف ده فعلا محترمين جدا في تعاملهم والله المهم يعني جبت الحاجة اللي حقدر اشيلها يعني في حاجات اه شلتها في الفريزر على طول اول ما جات لي وفي حاجات بقى طبعا اه حشيلها في الدوليب على طول مش كل الخزين اللي انا جبته بفضيف علبه لان اصلا بجيب دلوقت كمية اكبر زيادة من كل حاجة الماكارونة والدقيق السكر الرز البوري كل علبة دي ما عرفش اللي هي حالة نفسية عندي لازم اشيلة الايد اللي فيها واحتفظ بها والله ما عرف السبب بس انا هقول لكم على حاجة لأ انا عرف السبب صحف الله العظيم يعني شفته في حاجة من الكرافت اللي بتتعمل يدويا ان هما استخدموا الايد بتاعت علبة الزيت دي في حاجات وعملت بيها قبل كده بس قلت بما انها بتنفع فححتفظ بيها فمش هقدر اقول لكم بقى كمية ايدين الزيت اللي عندي وشايلها على جميل المهم يعني شلت الحاجات الصغيرة دي في علبة البيكينج بودر والحاجات دي والروز البسماتي جبت منه نصف كيلو لان انا عندي نصف من الاول فقلت اكمل عليه هو الروز البسماتي مش عندي ضروريات قوي بصراحة بس بيبقى زي تنوع في الاكل لان اه اه كل يوم نفس الاكل او رز ومكارونا يا اما رز يا مكارونا يا اما حاجة بتزهق الولاد قوي فبقيت اجيب رز بسماتي كل فين وفين ممكن اعمله مرة في الاسبوع ولا حاجة وخلاص والرز بقى كانت اخر كمية رز دي عندي هو العلبة اللي انتو شفتوها دي فالبوايكي دي مش هفتحها بصراحة دلوقت انا هحطها كده بس زي ما هي عشان ما تاخدش مني حيز في الدولاب ولما اجي اخلص الكمية ابقى افضي دول بقى في العلبة وعلى طول ياريت اللي يعرف الشكاير الرز الخمسة وعشرين كيلو انواع كويسة يقول لي ماما دايما مرشحوا لي نوع اسمه الامل آآ فقولولي بالله لكم يعني اللي يعرف نوع الرز شكارة خمسة وعشرين كيلو يقول لي بس اهم حاجة احتفظ بها ازاي انا كمان خايفة من حتة آآ ميسك ان شاء الله بازن الله يعني كلها شهر ولا شهرين ولا تلاتة حتى تبدأ تتعلم السحف آآ الزحف ده ممكن يخليها بص هتشد اي حاجة قصدها فانا خايفة اقوى على شكارة الرز فقولولي برضو اشيلها فين انا مش عارفة اشيلها فين لو جبتها فمش عارفة خايفة ده ممكن يخليني ما جيبهاش اصلا فعلا لو ما لقيت لهاش مكان يعني جبت نشا سايب من عند للكسم العطارة حطيته في علبة والطحين اللي قلت لكم عليها اهي عايز اجربها حطها قدامي عشان ما نساش الاول كنت بفكر انا وحد من صحابي ان احنا نجيب آآ شكارة واحدة اللي هي خمسة عشرين كيلو ونقسمها مع بعض بس لما راجعنا فكرنا قلنا طب ما هو كده كده كل واحدة فينا محتاجة الشكارة دي لوحدها يعني ليه نقسمها لما ممكن كل واحدة تاخدها تشتري واحدة لوحدها بس المشكلة زي ما قلت لكم كده في طريقة التخزين وفي المكان انا لا افقى شيء بصراحة في تخزين الرز وماما بتقول لي حطي عليه كيس ملح او كيسين ملح بس انا خايفة برضو مش عارفة ليه يعني لان انا لو حشيله حشيله في مكان آآ صعب الوصول لي وهو بيتهيأ لي عايز تهوية فده اللي مقلقني جدا جدا ان انا اجيبه واخسر لقدر الله كمية كبيرة بسعر كبير على عشان طريقة التخزين بتاعته انا مش عارف احققها يعني فلو حد مجرب مسلا الرز واي يقول لي مسلا برضو طريقة تخزينه بتشولوه فين بالزبط يعني مسلا هالف المطبخ ولا مسلا جنب البلكونة جنب شباك ولا فئن انا مش عارف المهم يعني ده كمية دي عايز ولك ان انا يعني عملت الحاجات دي بعد ما خلصت تصوير الفيديو بتاع المشتريات لان انا فعلا كنت بحتاجة اريح كده شوية يوم المشتريات ده بصراحة بيبقى مطعب بالنسبة لي مقدرش عامل فيه اكل كبير غير لو كنت مجهزة له من قبلها لكن اروح اعمل اكل من الالف لليا او اكلة صعبة مسلا لأ صعبة قوي فضيت هنا المكارونا مكارونا المصرية دي على الفكرة جربتها شعر الفتر عيت حلوة حلوة قوي بجد وان شاء الله بازن الله حنت لكم فيديو المشتريات بحيث ان هو تشوفوا بدايل كتيرة صورتها آآ بازن الله تستفيدوا منها يعني من ناحية السعر ومن ناحية العروض بس سواء في المكارونات والرز وكده ما كانش فيه عروض بصراحة لا على الرز ولا المكارونا ولا دقيق اصعارهم نزلة سبتة والسكر كمان غير كده في عروض بقى على الحاجات اللي هي تعتبر مش اساسية وعليها عروض كتير او كلها والحلويات عليها عروض كتير بس يعني دلوقتي الناس اتجاهتها دلوقتي للاساسيات اكتر خلصت الحمد لله شلت كل حاجة حتى الاكياس شلتها ناديت مروان بقى يطلع لي فوق الرخامة وانا حتى ناول فيه الحاجة لان الرخامة بعيدة او الدولاب قصدي بعيد وكسلت ادخل بقى الكورسي بتاع المطبخ واحدة انقل وحط واطلع وانزل فناديت مروان هو بيحب يطلع فوق الرخامة اوي بص بقى ده اعكدت اخر كمية عسل نسيت اجيب عسل برضو بس مش مشكلة بقى هلاقيه متوافر اليومين دول كتير عشان الناس اللي بتعمل حلبة مع قودة وكده فمنتشر يعني هحط عليه بقى شوية طحينة هو انسب حاجة تجرب فيها الطحينة او على عسل انك تكلهم كده خام من غير من غير وصفات يعني عسل على طحينة بس تلعت حلوة جدا جدا الطحينة هناك بجد عجبتني وبإذن اللعب اجيب كل مرة كمية اكبر من كده بحيس ان هتوفر لي آآ الشهر كله وماسة بصراحة فضلت تزن علي طول ما انا واقفة عمليلي سنبوسة عمليلي سنبوسة انا كنت جايبة كيس سنبوسة فعلا وانسيت هطلعه ساعة ساعة تصوير فيديو المشتريات لان انا كنتش هلاف الفريزر ومكنتش لقيها فقلت بقى هعمل لها بصراحة للعشا هي بتحبها جدا 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 حتى بتلقي صاحبتها واحدة صاحبتها بقى متميزة جدا تقريبا بتجيبها يوميا فدي بقى ببالي ازمة كل يوم تجي تقول لي عايزة سنبوسة زي زي ملك عايزة سنبوسة زي ملك اقول لها حاضر لما اجيب سنبوسة طب لما اعملها فعمل اجل فيها لقيت فجبتها لها النهاردة عشان ما تزعلش وقلت عملها لها في العشا زي ما هي طلبت حطت لها جبنة مسلسات او الجبنة اللي هي بقطع الفلفل دي برضو كانت حلوة يا اما تلفها في مكانها بالشكل ده يا اما تعمليها ظرف زي ما حوري لكم دلوقت كده فهي تشكلها سهل جدا على فكرة بس انا ما قالتهايش بصراحة انا قلت لها حعطالك في القلية الهوائية وطلعتها لها وكل حاجة بس لما عملتها قريت لي لأ انا عايزها مقلية في الزيت ومش عايزها في القلية لان صاحبتي ملك بتجيبها مقلية قلتنا طب يعني يا صاحبتي بتجيبها مقلية مش معناها ان احنا كمان نقليها فالحاجات دي بتشرب ضهون كتير جدا ايجي لأ مليش دعوة انا بحبها مقلية ومش عارفة والله عامل معها ايه رغم ان ايه كانت مقرمشة جدا لما طلعت من القلية انا مكلتش منها بصراحة يعني عشان اقول لكم انا ما بحبهاش قوي يعني فبس ايه شكلها كان مقرمش جدا ونشفة هتشوفها معاه دلوقت بس ايه ما عجبتهاش قدم عجبها المقلية اكتر هحضر لها هنا خليط نشا بمية شوية نشا على شوية مية صغيرين جدا وبفرشة كده هقفل الاطراف بخليط النشا ده والمية عشان ما تفكش مني حتى لو هتقليها في زيت برضو عملي الخطوة دي عشان ما تفكش منك في الزيت انا مقدرتش عامل الكمية كلها طبعا هي كتوقفالي ماسة اصلا بس قلتنا انا هعمل الكمية اللي هقدر عليها لان مسك مش بتسكت خالص يعني لو ضخرت عليها ما ما بتسكتش ربنا يبارك فيها يا رب المهم يعني طلعت القلية اهو عملتها تقريبا في عشر دقيقة بالزبط وصيت عليها لقيتها تستودت يا دوب قلة بتاع الناحية التانية واستنيت نص دقيقة وقفلت عليها على طول عشان ما تتحرقش ولا اي حاجة فطلعت مقرمشة وحلوة جدا على فكرة وانا عجب النفسي لو هعملها تاني هعملها في القلية بس ماسة عايزها مقلية بقى مش عارفها عتصرف معها ازاي بس هو ده كان يومي النهاردة والله يعني الحمد لله رب العالمين عد على خير ويا رب كده اشوفكم دايما بخير وما تنسونيش من صالح دعاكم وتنسونيش في لايك الفيديو سبسكرايب للقناة لو اول مرة تشوفوني مع الف سلامة حبيب قلبي اشتركوا في القناة